وزي ما بيتقال كده مصر دايما ولده عشان كده مصر دايما بتفخر بابنائها العلماء في الخارج اللي بيحققوا نجاحات في كل المجالات وحدث ولا حرج هنا خاصة المجالات الحديثة زي تطبيقات الذكاء الصناعي ومن بينهم أو من بين هؤلاء العلماء الدكتور رضا السيد أمين أستاذ زائر بالجمعة الأمريكية وأيضا رئيس قسم المعلومات والذكاء الصناعي في جي بي سي جي سي بني أمريكا اللي يعني موجود معنا هنا النهاردة في صباح الخير يا مصر ضيف عزيز علينا صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا صدر صباح الخير يا حضرتك يا دكتور صباح الخير دكتور يعني كل سنوحك طيب في البداية وانت بالصح والسلامة وكلكم طيبين ومصر كلها طيبة وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب يعني حضرتك من بين يعني علماء كتير مهتمين وليهم أبحاث في الزكاء الصناعي عاوز أعرف حدك وصلت لحد فيه هذا المجال تحديدا والله هو المجال خصب ومجال متطور وبيتطور بسرعة محدش يقدر يقول وصل لمرحلة يعني النهاية فيه لكن احنا وصلنا لاستخدام الأبحاث بتاعتنا وطبيقاتها ده مجال تطبيقي قبل لكل شيء فأي بحث بيتعامل بيبقى تطبيقه مباشر فأحنا في مراحل التطبيق الشغوفة في كل المجالات للزكاء الصناعي وده من اهتمامي ومن خلال الجماعات ومن خلال الشركات احنا دخلين في مراحل اللي هي الزكاء الصناعي اللي هو بيفهم الحوارات كلها بيفهمها لدرجة انه هو دخل في مرحلة اتخاذ القرار ده هو المرحلة المتقدمة اللي هو نجمعها نعم الماشين هي بتاخذ اتخاذ القرار لدرجة انه فيه برامج جديدة دلوقتي طلعت في الزكاء الصناعي بتحاول تتحدى الانسان في الامتحانات في الاجابة على اسئلة الامتحانات وده بقت حاجة يعني متاحة دلوقتي علشان نقيس مستوى ذكاءنا بمستوى الذكاء الصناعي كمان في الموضوع مقلق لا اصبحنا في خطر كده دكتور يعني الحقيقة انا مش بعمل أبرتايزمنت لكن عندي اولادي الاثنين مهتمين في الزكاء الصناعي فهم اللي قالوا لي لازم تتكلم عن النقطة دي لانه واحد منهم لسه بيخلص الامتحان بتاعه فكان بيستخدم البرنامج معه رب العبارك طيب خلينا نتكلم عن استخدامات الزكاء الصناعي في حين يمكن دايما بنتكلم عن الروبوت دايما بنتكلم عن وجود الروبوتات عمتا في حياتنا لكن النهاردة نتكلم عن الزكاء الصناعي يمكن بشكل مختلف شوية وهو الابتكيشنز او استخداماته في الحياة عمتا بتاعتنا النهاردة بقينا ندخل على الابتكيشن نطلب لبس نطلب أكل نطلب أي حاجة احنا عايزينها تجلنا لغاية البيت ويمكن كورونا كمان بعد او خلال الجائحة ساعدتنا ان احنا نستخدم التطبيقات دي طيب النهاردة احنا بقينا نطلب طلب خلينا نقول شكل من اشكال الملابس مثلا طلبنا فستان حلو كده جميل بيبتدي يفهم الابتكيشن او الزكاء الصناعي زوئي ايه ويفتدي دايما الاقي نفسي بقى وانا قاعدة في اي حتة بيعرض لي حاجات شبه اللي انا طلبتها قبل كده نسبوك نفس زوئي بالزبط احكي لنا اكتر عن الموضوع ده لانه فيه يعني مثلا نستاندين كبير فيه او سوق فاهم منا اهو يعني احنا لو احنا خدنا الزكاء الطبيعي او الزكاء البشري هو بيبتدي اه لو لو بيتكلم مع بعض كل ما احنا بنتكلم مع بعض كل ما البرسوناليتي والشخصية بتاعتنا بيحصل لها نوع من الريفيلينج او بتبالي ومن هنا احنا بيحصل انسجام بين الاشخاص اللي بتتكلم او تصادم حضارات او اي حاجة فهو مدى المعلومات اللي متاحة بيبتدي الشخص الاخر او الجانب الاخر يتفاعل معه اللي حصل ان الموضوع البرشيس هابت او ازاي بنشتري عدد الشراء اه العدد بتاعتنا اللي احنا بنعملها دي ابتدت ما بقاتش كانت ما كانتش متاحة ان انا نفهمها اه ما كانتش متاحة الاول اني تبقى بحجم كبير جدا على مجموعة من الاشخاص اللي ممثلين لحضرتك وحضرته والشخص اللي ماشي في الشارع فبقى عندنا كم معلومات كبير جدا نتيجة تحول الرقم اللي هو موقع الاول بنروح المحل عشان نشتري احنا دلوقتي بكانش يعرفني انا مين ولا كان بيعرف عنواني ولا كان بيعرف سني ولا كان بيعرف حجم عدد الاسرة ولا كده لكن مع ديجيتال ترانسفورميشن وبنشتري بالموبايل وكده كل المعلومات دي بقت عندي بقى فحتى لما يجيني يعملي ريكمنديشن هو من خلال عدد السنين وعدد المرات اللي اشترينا بقى يفهم دلوقتي اني انا بحب انهي لون وحتى الاطوال اللي بشيلها والاردرز انا بشتري كام وبقى مصاريفي في خلال السنة كام يعني بيسموه شيريف والد وبعدين يجي من هنا الريكمنديشن بقى اللي هو ازكي انا عندي نسبة مش بس في الريكمنديشن ان انا اقول الطاي دي انا الاميز ده انا حاسس ان انت هتشري مش حاسس ده انا بعملك ريكمنديشن لي باحتمال ممكن يوصل لتسانين في المية بتيجي نسب بيقول لي ده متعافق معك بنسبة تمانين في المية تسين في المية ده بالنسبة لك عشان يقنعك لكن هو في اتخاذ القرار اني لما هيعرضوا ليك بنسبة تسعين في المية هو واسق انك ممكن تشتريه من نتيج من خلال المعلومات اللي انا جمعناها عملنا حاجة بيسميها كاستمر سري سيكستي يعني مسكنا الشخص ده انا كاستمر هو جابني من سري سيكست من كل الزوائي انا بفكر ازاي باشتري ازاي انا انا مشتريتش في الشهر متعود في شهر اتناشر يعني معظم المبيعات في شهر اتناشر انا ما عنديش مشكلة انه بيبقى بيقول لي زوئي يعني ما عنديش مشكلة انه يديني حاجة حسب زوئي لكن هل ممكن يؤثر على زوئي ما هو بخلال الترندات اللي بتخصل في المجتمع هيبتدي هو هيقصر على الازواء ما هو هو مش هو مش وكمان مش بس فكرة اعتقد الثقة يعني انا هسق في مرة اتنين تلاتة هو بقى خلاص نفس الشخصية بتاعتي بيديني نفس الزوء بتاعي فاصبح بعد كده هيغير لي الزوء دون عن اشعر بالظبط لنفرد انا واصدقائي دخلنا محل ونشتري اول ما بلبس ده وبقول له ايه رأيك فبيقول لي كويس فهو بيعمل انفلوانسلية بيشجعني او بيقول لي او لا 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 مش كويس خلص فهو زكال الصناعة هيبقى صاحب لنا راحين وبيتكلم معانا بنفس ده وبالعكس ده هو هيبقى عنده معلومات عنينا اكتر لانه هيبقى عايش معانا ودخلين دلوقتي برضو انه هو هيجمع معلومات عنينا مش بس اللي احنا اشترناها ده هو بيدفع لفيسبوك ويجيب لنا معلومات عنك وبيفتفع لجوجل ويجيب معلومات عنينا وبيجمع معلومات عشان كده انا قلتها قاستمر سيكستي تلتمية وستين درجة حوالين الشخص دوت بتتجمع دلوقتي وهيتاخذ القرار فيه مش هيستنى عليك انك كمان يعني لو شفت انك وانت بتتسوق هو بيقول لك هنا في حاجة كويسة فيه هنا هكذا هو بيبعث لك بالايميل ولا بيبعث لك حاجاتك دكتور ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي دي او الصناعي هي اصبحت امر حتمي لا يمكن الاستغناء عنه هو امر حتمي ومش هي في مثل بيقول ده كاتس اوتوف دباج يعني خلاص ده العالم كله بيتكلم فيها وبيتحداه دلوقتي فيه نوع من التحدي للذكاء الاصطناعي هنعمل ايه وهزاي هنتطور معايا لانه اقل كلفة واكثر مكاسب اقل كلفة واكثر مكاسب والمخاوف بتاعته يعني حضراتك اتكلم اتكلمنا على ان انا هيأثر على زوء ما هو هيأثر على المجتمع وشخصياته زي السوشيال لايف اللي احنا او السوشيال ممكن يفقد مجتمعات الهوية بتاعتها الوظائف اللي هتتاخد من البشر لانه هيعمل اوتوميشن بس في المقابل دايما بتبقى انا لما اعمل اي واحد هيعمل حاجة فيه له جانب سلبي وجانب ايجابي الجانب الايجابي اكتر من الجانب السلبي اللي فيه وبعدين حتى لو ما كانش جانب ايجابي وجانب سلبي هو احنا بنفكر كمان ازيد من كده ان فيه انا جبت التليفون مش معقول او زميل ابني معاه تليفون وابني ما عندوش تليفون فبقى فيه نوع من السوشيال فمش هيكون جميع الدول شغالة او مجموعة من الدول المتقدمة هي عندها زكاء صناعي وهتيجي دولة زي مصر وتقول انا لا انا مش هصرف في الزكاء الصناعي هيبقى فيه ميس كومينيكيشن كمان بين البلاد فبقى امر حتمي من هنا يعني بقى التنافس انا لا اظن انه هيحل محل الانسان انه انا خلينا انا اخد لو مثال بسيط وهو لما بتكلم كول سنتر عايز تقدم شكه نهاردة معظم خلينا نقول البنوك المؤسسات اي حاجة بتخليك تتكلم مع ماشين لغاية اكتر وقت ممكن بتبعد كل البعد عن انك تتواصل مع انسان ولكن بيبقى لسه انت حابة بتتكلم مع انسان عشان تفاهمه شكويتك انت مش قادر بس شكويتك تبقى من خلال تدوس على الزرار انت لسه فيه التفاعل الانساني مهم وهايفضل مهم فوجة ناظرية لكن خلينا نتكلم عن لو مشروعات لو بنتكلم على مشروع هل من الافضل انه يتم الاشراف عليه من جانب الزكاء الاصطناعي ولا من جانب مشرفين متخصصين فوجة ناظر حضرتك هو مش في كل الاحوال احنا محتاجين لمشرفين من الزكاء الصناعي او الهيومان انترفينشن يبقى موجود او تدخل البشر موجود هو احنا في كتير من الحوارات بتاعتنا بنقسم الزكاء الصناعي لمراحل مرحلة اللي هو الفولي اوتوميتد اللي هو بياخد من اول المعلومات لحد اتخاذ القرار ده تماما ما حدش بيتدخل فيه يعني هنا ناخد مثال دلوقتي في عربية بتمشي الوحدة ده ما فيش هومان انترفينشن خالص العربية هتمشي هندغط الزرار ونحط العنوان وانا راكب وهوصل للمكان بتاعي وعندي نسبة من الامان بتوصل لمية في المية وعندي ثقة تامة ان انا هوصل لمكاني في المعاد اللي انا وعدت فيه بالزبط بمنتهى بدون اي مشاكل خالص احنا دخلنا المرحلة دي وموجودة المرحلة التانية اللي هي الهومان انترفينشن عشان كده بيسموها سيمي اوتوميتد حضرتك قلت المثل بتاع ان انا في الفيدباك كول الكول سنتر هكلم وقوله انا الجاكت طلع دايق شوية واسع شوية هرجعه اعمل ايه او بكلم شركة انشورانس وانا تكلمت في حاجة زي بنوصل لمرحلة ويقف لازم الهومان انترفينشن ييجي بقى المشكلة هنا ان احنا لسه مقدرناش نفهم الهومان بهيفير اكتر من اللازم يعني احنا ما عندناش الديجيتال ترانسفورميشن بتاع الهومان بهيفير انا اقعد كده او انا اقعد كده او كل المعلومات دي لسه بتتجمع لكن هيوصل لها مرحلة اذا احنا شفنا ان الكول سنتر لما بكلم بيقعد دقيقة او اتنين معايا السنة الجاية هيبقى تلت دقايق السنة الرابعة لحد ما هنوصل لمرحلة ان هو بيعمل كل حاجة فالسيمي اوتوميتد بقى له ميزة ولو عيوب يعني لو شفنا الدرون مثلا دي فولي اوتوميتد هو بتطلع بتاخد بتعمل اسكان للمكان بتاعته بتبعت المعلومات الهومان انترفينشن هنا ممكن ييجي في التوجيه بتاع المصار بتاعنا هيبقى ازاي في لحظة محاياة لازم تتدخل في لحظة محاياة الروبوتس لو اتكلمنا في الروبوتس هيبقى فيه ميديكا الروبوتس دلوقتي يعني فيه هيقف في العملية مع الدكتوره وهو بيعمل العملية خالص بس الدكتور هيبقى فيه يومان هو سوبرفايز هو واقف معاه ايوة يعني هيبقى واقف معاه لان فيه حالات معينة لازم يتدخل فيها الطبيب يعني اكيد محدش هيعتمد على الروبوتس يعمله عملية يعني لو هنج هيبقى ايه الظروف سعيد اما هو هي دلوقتي في مراحل تدريب لان هم هو الميزة في الزكاة الصناعي ان احنا بنتعلم وبنخطأ وبعدين نتعلم ونخلق وكل فترة بنحاول نقلل الخطأ ده بنوع من التعلم وإدخال المعلومات الجديدة بحيث ان يبقى فيه نوع من الكوبناتف سيستم بيتحرك معنا على طول يعني حمد الكلمة على التطور هو تطور يعني يتجه ليه العالم ككل حسب معلوماتي ان حضرتك نفذت عدد من المشروعات لوزارة الاسكان وهيئة الاستثمار وايضا المساحة عاوز عرف اللي خل حضرتك تقدم على هذه الخطوة تحديدا وازاي قدرت اللي انت تنجح فيها ومصر فيل من الذكاء الاستثمار هو البداية كلها هو ازاي ازاي هتستفاد من المعلومات اللي معاك وحجم المعلومات في دول المتقدمة اللي هي خادت خطوة قبل كل العالم في الديجيطال ترانسفورميشن او التحول الرقمي هو اللي ساعدها تبقى تاخد خطوة اكبر في الزكاء الصناعي وكل ما الدول بتتحول رقميا وده بقى امر حتمي دلوقتي واحنا كلنا بنعمل اعمالنا بالتليفون وبالعباد وبالكمبيوتر فبقى اتدخلت كل حاجة فهو ده اللي ساعدني في البداية اللي ساعدني طبعا امكانيات جهزة الزكاء الصناعي بياخد وقت طويل جدا عشان ياخد القرار عشان ياخد حجم يتعامل على حجم المعلومات دي يعني الزكاء البشري لحد دلوقتي هو من لازال ما حد ما يقدرش نوصله لان سرعة العقل البشري سريعة جدا الكوجنيتف سيستم بتاعنا بس هو عشان كده سمناه صناعي بنحاول نقلد على قد ما نقدر العقل البشري بنحاول ناخد اللي هو الالة اللي جوانا احنا مش مطلوب مننا كل يوم نعمل نفس العمل لطول حياتنا لحد ما تنتهي حياتنا هناخد الحتة اللي هي الحاجات اللي بتتكرر يوميا دي المشين تعملها ويدينا احنا مساحة ان احنا نفكر في الاختراعات في الابتقارات او يدينا فترة حتى نقدر نتفسح نقدر نجد النشاطنا وتبقى الحياة اسهل واحسن شوي يعني على كل حال احنا مهتمين جدا في صباح الخير يا مصر بملفذ الذكاء الاصطناعي واحنا عارفين انه يمكن ده مش هنقول المستقبل لانه ده حالي احنا بنعيش في دلوقتي لكن بنتمنع يعني ولا نظن ان ستحل الالة محل الانسان فسيظل دايما التفاعل الانساني هو الاهم هو الاذكى من الذكاء الاصطناعي كل شكر ليك يا دكتور الدكتور ردا الدكتور ردا السيد امين استاذ زائر بالجامعة الامريكية ورئيس قسم المعلومات والذكاء الاصطناعي في جي سي بني امريكا شكرا ليك يا فندم على وجودك معنا كل سنة وحضرتك طيب وانتم صاحب الصلاة بنجم حيك يا دكتور وتمنت بسانت انه الالة ما تحلش محل الانسان لكن هي مجرد امنية ماذا سيحدث في المستقبل يعني هو ما ستسفر عنه الايام القادمة نورتنا وشرفتنا دكتور كل سنة وحضرتك طيب والف خير